بينما لا يزال الاقتصاد العالمي يعاني إثر الضربة الكبيرة التي أتته من تفشي جأحة كورونا تلقى الضربة أقوى على خلفية هذا المشهد المرتبك والخطير في أوكرانيا إثر العملية العسكرية الروسية ضربة قلبت بعض الموازين من بينها أسواق السلع والطاقة وكل الاستراتيجيات التي وضعت للوصول بالاقتصاد العالمي إلى مرحلة ما بعد جأحة كورونا صندوق النقد الدولي في أحدث تعليق على هذا الصعيد أكد أن الحرب في أوكرانيا والعقوبات الكبيرة على روسيا تسببت في انكماش التجارة العالمية ورفعت بشدة أسعار الغذاء والطاقة وستجبر الصندوق على خفض توقعاته لنمو العالمي الشهر المقبل وتوقع الصندوق أن يسجل نمو الاقتصاد العالمي 14% هذا العام من خفاض نصف نقطة مأوية فيما خفض بالفعل توقعات الاقتصادية للولايات المتحدة والصين والاقتصاد العالمي إجمالا في يناير مشيرا إلى مخاطر مرتبطة بجائحة كورونا وزيادة التضخم والطرابات الإمدادات وتجديد السياسة النقدية الأمريكية وبينما تجد الأسواق الناشاء الآن نفسها في منأ النسبي نعن تدعيات الصراع إلا أن ذلك ليس مضمونا إذا متعمقت الحرب وطال أمدها خصوصا في ظل التأكيدات الروسية أن العملية العسكرية ستمضي حتى تحقق أهدفها ومع الارتفاع الشديد في أسعار السلع وصلت معدلات التضخم في كثير من الأسواق العالمية إلى معدلات غير مسبوقة ومستويات قياسية مما سيعني أزمة حدة في القدرات الشرائية للناس واليوم مع الارتفاع الكبير الملحوظ في أسعار تكاليف الشحن سواء كان بالبر أو البحر أو الجو ومع زيادة أسعار النفط كل هذا يؤكد أن العالم بدأ يستعد بشكل جديل متغيرات قد تبقى مدة طويلة من الزمن مع تفاقم الأزمة الأوكرانية وأثرها في القارة الأوروبية تحديدا وفي العالم بأسره ترجمة نانسي قنقر